بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتخلوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنهر ذات الأتمام والحب ذو العصف والريعان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلصال كالفخران وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها خان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استقعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا نشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حبيهم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أخنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجل الجنتين لدان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجل الجنتين لدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهما الياهوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان